هنتعرف على أبرز المحطات في حياة الفنان محمود الميليجي ومن الفنانة اللي سببت له الرعب وبرغم كده كان بيحبها وبيحترمها جدا وإيه سبب ضحك الفنان عمر الشريف أثناء احتضاره وهل تزوج فعلا أم الفنانة سهير رمزي؟ الفنان محمود الميليجي أسند إليه أدوار الشر في فترة الأربعينيات والخمسينيات في القرن العشرين كل أدواره كانت شر لدرجة إن النقاط أطلقوا عليه لقب شرير الشاشة وفيلسوفها بسبب وعي الثقافي وقصرة اطلاعه وقرأته نشأ محمود الميليجي في حي المغربلين في القاهرة سنة 1910 التحق بفريق التمثيل بالمدرسة وأثناء العروض المسرحية حضرت الفنانة فاطمة رجدي أعجبت جدا بأداءه وعرضت عليه إنه يعمل بفرقتها مقابل أربعة جنيه شهريا فرح جدا ووافق على عرضها من غير أي تردد ومن هنا بقى بدأت رحلته مع عالم الفن والتنسيل بعد عرض العديد من المسرحيات اللي اشترك فيها محمود الميليجي وأثبت نفسه كفنان مسرحي انتقل للعمل في السينما وأول عمل سينمائي كان أمام أم كلسوم في فيلمه داد سنة 1936 وتولت عليه بعد كده الأعمال الفنية السينمائية وشكل مع الفنان فريد شوقي ثنائي فني ناجح جدا وفي أغلب الأفلام كان فريد شوقي بيلعب دور الطيب ومحمود الميليجي بيلعب دور الشري ومن أبرز الأدوار اللي قدمها هو دور سويلم في فيلم الأرض مع المخرج يوسف شهين اللي راهن عليه وفعلا كسب الرهان ونجح محمود الميليجي نجاح صاحق في أداء دور سويلم اللي أصبح بعد كده من علامات السينما المصرية وقدم معاه بعد كده فيلم الإختيار وفيلم اسكندرية ليه وحدودة مصرية وعودة الإبن الضال والعصفور لقد محمود الميليجي بأنتوني كوين الشرق ومثل في 21 فيلم كانوا من ضمن أهم ميت فيلم للسينما المصرية قدر بفضل موهبته أنه يضع لنفسه تاريخ فني رؤى تزوج محمود الميليجي من الفنانة علوية جميل اللي كان بيعمل لها ألف حساب لشدة حبه ليها وتعلقه بيها والقوة شخصيتها واحترامه الشديد ليها كان دايما بيحرص على رضاها وكسب ودها ولم ينجب منها فمحمود الميليجي زي ما قلت كان بيعمل لعلوية جميل ألف حساب لكن نقدر نقول إنه كان بيترهب منها وما يقدرش يكسر لها كلمة ولا أمر ولا يرفض ليها أي طلب وبينفس كل أوامرها فبعد سنوات زواج منها مل العيشة فتعلق قلبه بلولة صدي ولما عرفت أجبرته إنه يسيبها وفعلا سبها انصياعا لأمرها وبعد فترة تزوج من الفنانة درية أحمد أم الفنانة سهير رمزي اللي كانت بتعمل في فرقة إسماعيل ياسين ولما علوية جميل عرفت إنه تجوزها أجبرته إنه يطلقها وفعلا طلقها وحب بعد كده يقرر الزواج لثالث مرة فتزوج من الفنانة سناء يونس في السر في فترة السبعينيات وعاش معاها فترة طويلة وبعد رحيله سنة 1983 كشفت سناء يونس السر وقالت إنها كانت بتحبه جدا وشديدة الوفاية ونفذت رغبته في إنها متقولش لحد عن خبر جوازهم وكمان احتراما لما كانت الفنانة علوية جميل علشان ما يجرحه هاش أما بقى عن وفاته فتوفى أثناء تصوير فيلم أيوب مع الفنان عمر الشريف فمت في مشهد درامي لا يصدق فكان في فيلم أيوب بيصور مشهد وفاته فعلا فقال يا أخي الحياة دي غريبة جدا الواحد ينام ويصحى ويصحى وينام والمفروض إنه بعد ما يقول الجملة دي يحني راسه للأسفل وفعلا أحنا راسه للأسفل وأصدر صوت فاجئ الجميع وبعد ما المشهد انتهى انبهر عمر الشريف جدا بأدائه وقال له يلا أم يا محمود المشهد انتهى ليتفاجأ الجميع بإن محمود المليجي فعلا قد فارق الحياة والكلام ده قاله المخرج هاني لشين في أحد اللقاءات التلفزيونية رحم الله محمود المليجي